في إطار استعدادات وزارة الاقتصاد لاستقبال شهر رمضان المبارك شرعت الوزارة في وضع الألية اللازمة لتوريد السلع الاستهلاكية اللازمة لاستهلاك المواطن خلال شهر رمضان المبارك هذه السلع طبعا محددة في خمس أصناف هي الرز والزيت والطماطم والسكر والدقيق وصلت في مخازن صندوق موازنة الأسعار وشرعت بعد أن تلقينا سياسة التوزيع والبيع من وزارة الاقتصاد شرعت وحدات صندوق موازنة الأعار في بلدية طبرق والتوزيع المستهدف من عدد المساهمين في بلدية طبرق في حدود 188 ألف مستهلك عدد الجمعيات 120 جمعية استعاونية استهلاكية الكميات طبعا الأرز 2 كيلو الزيت عدد 2 علبة الطماطم عدد 2 علبة الدقيق عدد 2 كيلو والسكر 3 كيلو الأسعار فيما يخص الزيت الزرعة في حدود 2 دينار و60 كرش أو 2 دينار و600 درهم وواصل للمستهلك علبة الزيت في حدود 850 درهم الدقيق في حدود 50 كرش أو 500 درهم للكيلو والسكر في حدود دينار ونص للكيلو السكر هذه السلعة وصلت للمخازن صندوق موازل الأسعار الآن شارع الصندوق في توزيحها بإذن الله قبل شهر رمضان تكون كل جمعيات الواقعة في النطاق الإداري لبلدية طبعا قد استلمت مخصصاتها ونأمل أن تشرح في توزيحها على المواطنين تباعا طبعا استلام الجمعيات من طريق صندوق موازل الأسعار يتم بالسكوك وليس نقضي السلعة الآن متوفرة ونتمنى التعاون من الجميع سواء من صندوق موازل الأسعار أو من منجهات الحكومية حتى تصل السلعة للمواضن قبل شهر رمضان ونكون بذلك حققنا أهداف وسياسة وزارة الاتصاد في الاستعدادات لشهر رمضان مبارك ترجمة نانسي قنقر